تفاصيل هذا الخبر مشاهدين ينتابعوها في السياق هذا التقرير مع الزميل محمد عمر فالنتين جروسو مهرب ارتبط اسمه بصفقة اخبطت مؤخرا لبيع مواد مشعة كافية لصنع قنبلة قادرة لداعش القصة بدأت عندما استطاع عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي اقناع جروسو انه وسيط ينوي شراء كمية كبيرة من مادة السيزيوم تكون كافية لصنع قنبلة قادرة على تدمير مدينة بضواحيها جروسو والذي كان قد التقى بالوسيط اكثر من عشرين مرة في اماكن متفرقة من العاصمة المولدفية كان تحدث للوسيط عن امكانية مده بمادة السيزيوم طالبا منه ايصاله الى احد مسؤولي تنظيم داعش والذين يرغبون جدا بالحصول على هذه المادة حسب ما كان يعتقد جروسو لتبدأ بعدها عملية المفاوضات ويقوم جروسو بالاتفاق مع الوسيط على مبلغ 2.5 مليون يورو مقابل تزويده بالسيزيوم الذي سيصل الى داعش السلطات الفيدرالية كانت جاهزة لحظة اتمام الصفقة وتسليم النقود لتقوم بمداهمة فالنتين جروسو متلبسا هذه العملية ما هي الا واحدة من اربع عمليات تمكن المكتب الفيدرالي من منعها مؤخرا حاولت فيها العصابة بيع مواد مشعة لمتطرفين في منطقة الشرق الاوسط خلال السنوات الاخيرة جروسو وغيره من المهربين الذين تم القبض عليهم وبحوزتهم كميات صغيرة من المواد المشعة والقذرة ليسوا وحسب تقرير الاسيشييتد بريس الا مهربين صغار ضمن عصابة كبيرة تملك كميات اكبر من هذه المواد طبعا وبعد اجراء التحقيقات تبين ان جروسو وغيره علاقات مع ضباط في المخابرات الروسية والذين يعتقد انهم هم من يقومون بتوفير هذه المواد للمهربين اشتركوا في القناة